حدثنا روح وأبو نعيمين قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن بوديل بن ميسرة عن سفية بنت شيبة عن أم ولدي شيبة أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفى والمروة يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بوديل بن ميسرة عن المغيرة بن حكيمين عن سفية بنت شيبة عن أمرأة منهم أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم من خوخة وهو يسعى في بطن المسيل وهو يقول لا يقطع الوادي إلا شدا وأظنه قال وقد انكشف الثوب عن ركبتيه ثم قال حماد بعد لا يقطع أو قال الأبطح إلا شدا وسامعته يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا شكرا